مرحبا بكم مشاهدينا وفي قضية اليوم تفاقمت أزمة غاز الطبخ بصورة كبيرة في ولاية الخرطوم وشهدت صفوف المواطنين أمام محطات الوغود وأماكن بيع الغاز بالأحياء بحثا عن أسطوانة واشتكى عدد من مواطني ولاية الخرطوم من إنعدام غاز الطبخ لما يغارب 15 يوما حسب الوكالة طبعا الذين كشفوا عن ارتفاع سعر الأسطوانة إلى 370 جنيه ومبلغ 500 جنيه في بعض الأحيان مع استمرار أزمة ندرة الغاز أو غاز الطهي تحديدا وارتفاع أسعاره سعى البعض إلى إيجاد حلول لهذه الأزمة بطبيعة الحال بغية التخفيف من معاناة الأسر السودانية بعد أن تأقلم المواطن وتصالح مع معاناته اليومية المتمثلة في الخبز والبنزين والمواصلات ها هو الغاز يطل بأزمته ليسترى موسم الأزمات ويجدد عذاب المعانات برزت أزمة الغاز متأرجحة بين نعدامه وندرته وزيادة سعره وعلى الرغم من أن أسباب الأزمة واضحة ومتفاوتة ما بين ضيق مواعين إنتاج الغاز وضعف الطاقة الإنتاجية وضرورة ضبط شركات التوزيع والترحيل مرورا بجشع الوكلاء أس البلاء إلا أن بعض المراقبين يرون أن للمستهلك دورا كبيرا في هذه الأزمة وذلك باقتنائه أكثر من معدل حاجته لسطوانات الغاز ويرون أن المستهلك بحاجة إلى ثقافة الاستهلاك والترشيد واقع الأزمة يضحض حجج هؤلاء المراقبين ويبرهن أن ليس للمواطن يد فيما يحدث من أزمة وأن الأزمة متجذرة وعصية عن الحلول التخديرية ومع نيدام أفق حل الأزمة نشط مختصون في إيجاد بدائل أخرى تحل محل الغاز المحلي باستيراد أسطوانات غاز اقتصادية من الفايبر وتقلل من حدوث الانفجارات إلا أن ذات البديل أصابته لعنة النقد الفني فيما يتعلق بإجراءة السلامة المطروحة بشأنه ومراقبون أكدوا أن البديل المطروح ليس حلا للمشكلة فهل لم يعد أمام المواطن في مواجهة هكذا حال سوى اللجوء إلى البدائل التقليدية أم يتفتقوا ذهن القائمين على الأمر بحلول جذرية للأزمة ولمزيد من التوضيح حول قضية اليوم أرحب بضيفي من الخرطوم الخبير الاقتصادي المهندس محمد عطل منان وأيضا عضو جمعية حماية المستهلك المهندس نزار علي حامد مرحب بكم الاثنين وبدءا معك بش مهندس محمد يعني زي ما تابعته معنا يعني ارتفاع كبير وجنوني في سعار غاز الطهي وأيضا ندرة في الأسطوانات يعني سعى المواطنين بتبعط الحال لأنهم يعني يستخدموا بدائل ممكن تكون شنو البدايل دي وهل ممكن تغني من الغاز؟ تفضل باش مهندس محمد مرحب أهلا وسهلا وسعداء جدا أن نلتقي بالمشاهد الكريم من خلال شاشة سودانية 24 وسعداء جدا أن نشارك في إيجاد الحلول التي تساعد في تقليل الضغط على المواطن والولوج في عالم الابتكار وعالم الإبداع في مجال الاقتصاد لحل المشاكل الآنية والمشاكل المستقبلية بشكل عام الاعتماد على الغاز والاعتماد على الكهرباء أصبحت من العناصر المهمة جدا في حياة المواطنة السودانية وديل من البندين الرئيسيين اللي أصلحت المدينة وكذلك الريف بدون كهرباء وبدون غاز وبدون رغيف لا توجد حياة وبالتالي الناس دخلت في ضائق معيشية لو رجعنا بالسنوات الوراء ما بنلقى الكهرباء والوقود أو الطاقة كانت بتشكل أنصر كثير جدا على المواطنة السودانية تغيرت الحياة عندنا وتغير نمط الحياة والتعامل مع كل هذه الأشياء وأصبح الاعتماد الرئيسي على هذين العنصرين واللي بيكلفوا كثير جدا جدا هذه الأشياء أبعدت الناس من التفكير في الحلول سكان الريف ما كانوا يعتمدوا على الغاز إطلاقهم وكذلك ما كانوا يعتمدوا على الكهرباء ولكن الحمد لله الآن أهداف التنمية المستدامة بتلفت نظر كل الشعوب وكل الحكومات على البحث وتنشيط البدائل المناسبة اللي بتتلائم مع البيئة واللي هي تعتبر من الانتاج المحلي يعني الإنسان يبتكر وحي المشاكل في بيئته هو عليه البديل المناسب للغاز الاحفوري أو الغاز اللي بي جي البديل ليه هو الغاز الطبيعي وما يسمى بالبيو غاز أو الغاز الحيوي ما يفوت علينا برضو الطاقة الشمسية ودي السودان عنده إمكانية هاي جداً لإنتاج الطاقة الشمسية الغاز الطبيعي زي شنو يا بش مهندس محمد الطاقة الشمسية طبعاً هي ممكن تكفينا في الاستحطامات الأخرى لكن خلينا نقول نحن نتكلم عن الوقود اللازم لإنتاج الرزاء وإنتاجيات أخرى الوقود أصبح هو الغاز الحيوي نمري اثنين الفحم المصنع من المخلفات النباتية ومن الأشجار مثل شجر المسكيت لكن هل ممكن هذه البدايل مع تطور الحياة تغني من الغاز؟ مئة بالمئة ما في أي شكل الغاز الحيوي يمكن أن ينتج من عدة عناصر معظمها نباتية يعني أولاً عندنا مخلفات الأشجار والمخلفات الزراعية ما بعد الحصاد كل ما ينتج من بعض الحصاد من سيقان الزرة والقمح والقطن والحشائش كل ما موجود جاف أو ناسف هو ممكن يتحول إلى غاز تجي بعد ذلك النفايات العضوية ومقصود بها هي مخلفات الغزاء كل ما فضل من استخدامات البيت من أغزاء ومخلفات الأسواق والمطاعم والفنادق كل هذه النفايات هي كتلة حيوية مهمة جداً لإنتاج الغاز ودي متاحة وموجودة في الريف وفي المدن لكن المهندس محمد لا أعتقد أن كل الأسر هي تكون أو تستخدم البدايل دي وتكون خلاص بنسبة لها الحل الأمثل يعني لأنه مع تطور الحياة أصبحت هناك في ناس طبعاً لأنه في شقك مقفلة فما بقدروا يستخدموا الوغود أو الحطب أو الفحم يعني الوغود الحيوي زي ما أنت ذكرتها فعلى أي حال هي بدائل لتخفيف الأزمة أو المعاناة ونسمع رأي باش مهندس نزار تحديداً في أنه مع ندرة الغاز حالياً ومع الارتفاع الجنير للأسعار للأسف قد يتعرض المواطن السوداني إلى حالة أو حالة غش إذا كانت في كمية الغاز أو في سعره دور حماية المستهلك في هذه الظاهرة والبدائل برضو الممكن تخلينا نحن نبعد من هذه الظاهرة أو المواطن ما يتعرض لها بسم الله الرحمن الرحيم الشكر لغناء السوداني 24 وسعيد جداً بأنه يعني نخاطب المشاهدين من خلال الغناء في هذا الموضوع الأصبح حاجص يعني لكافة المواطنين أول حاجة بالنسبة لما يتعلق بموضوع البدائل أنا حقيقةً أؤمن على كلام البشهندس محمد عطل منان وبرضو أضيف على الحتة التي هي الحتة الثانية التي هي حتة الطغة الشمسية الطغة الشمسية ممكن تكون بديل إلى حد ما في عديد من الاحتياجات يعني لو نحن نتكلمنا مثلاً على جزئية من الاستخدامات حقة الغاز بنلقى الطغة الشمسية ممكن تحل أو تسد لنا يعني فجوة إلى حد ما وده بيحتمد بعدها على حسب المعدات المتوفرة والتي أنت يعني جهست بيتك بيها وشقتك أو خلافه بالنسبة للحتة بتاعت الغشة التجاري أنحنا حقيقةً يعني الآن بصدد أنه الناس تطور المواعين بتاعت الغاز التبخ بصورة عامة في السودان العالم يعني في خلال 20 سنة الفاتد ظهرت فيه بدائل كثيرة للسوانات التغليدية اللي هي السوانات الحديدية واللي هي دي حقيقةً قاعد يحصل فيها غش كثير جداً ويعني ناس كثير جداً بيتعرضوا لضرر في الحتة دي الاسطوانات المطروحة الآن أو الاسبي صادرنا تطرحها في الأسواق بسوةً بيعني أغلب دور الجوار في أفريقيا اللي هي الاسطوانات الفايبر اللي هي اسطوانات فيها عدة ميزات الاسطوانات دي أول حاجة أهم ميزة فيها اللي هي ضد الإنفجار ضد الإنفجار يعني مهما يحصل حريك مهما تكون في أي حتة لا يمكن تنفجر الخلافة للسوانات التغليدية اللي هي الحديدية من خلال يعني الأرغاء ومن خلال غاعدة البنات الموجودة الضحايا من حوادث الغاز بسبب الانفجار وليس من الحرائق نفسها الحرائق نفسها إلى حد ما يعني بتكون تحت السيطرة لكن الانفجار ما قاعد يكون تحت السيطرة اللي بنحصل للانفجار بيكون في ضحايا وفي ضرر كبيرة نعم أضف إلى ذلك اللي حنا نتكلم عليها أول هي البديل للسوانات التغليدية فيها ميزة بتاعة شفافية أنت بتكون شايفة المنتج أو شايفة الغاز السائل داخل الوسطوانة بتكون شفافة يعني شفافة منع للغش في حجم الغاز أصلا ما هيكون في غش تجاري نهائي طيب باش مهندس نزار يعني معلش المقاطعة لحين انتشار هذه الوسائل الجديدة أو المطورة من الوسطوانات الغاز كيف نمنع الغش حاليا في حجم الغاز في الأنبوبة العادية طبعا ليسا منتشرت الأنبوبة المتطورة أو إذا كان في سعره دور حماية المستهلك في حد من الغش يعني غش المواطن السوداني حقيقة المشكلة بتاعة الغش أو التلعب اللي بيحصل في كمية الغاز في الوسطوانات فيه وسط كثير داخلين في الوسط يعني داخلين ما بين المستهلك وما بين الشركات في التلعب كثير جدا بيحصل في الحتة دي والحتة دي حقيقة يعني دائرة وعي من المواطنين دائرة وعي دائرة رغابة من الدولة بالضبطة نتحدث عن الرغابة دائرة رغابة من الدولة نعم لأنه إذا تحدثنا عن وعي المواطنين فقط لا تستقيم المعادلة يعني إذا كان في وعي من المواطن ولا توجد رقابة يبقى الإشكالية كبيرة حقيقة الحتة بتاعة وعي المواطن دي دي حتة معقدة شوية لأنه ما كل البمشي بيتناول أسطوانة بتاعة الغاز هو بيكون عنده المعرفة أو الدراية الكافية عشان هو يعمل يعني يعمل كروس شك أو يعمل يعني تشك أو يعمل مراجعة للوزن أو حتى يغدر الوزن بتاعه أضف إلى ذلك الأسطوانة الحديدية حديدية أساسا في وزنة تقيلة يعني يعني هي بتديك الإحاء إنها هي مليانة فالحتة بتاعة الرغابة في الوقت الراهن هي المخرج عشان الناس تتفادل حتة الغش إذا كان يدعم الرغابة بواسطة الجهات المختصة إذا عمل يعني سناب تشك أو اللي هو المراجعات الفجائية للمرأة للموزعين لما كان أمل مراكز توزيع الغاز وهاكذا لأسف يعني لأسف إنه أنبوبة توصل لخمسمائة جنيه فيه ناس ما بيقدروا يشتروا الأنبوبة بسعر زيدا وكمان في سوق أسود بأكتر من كده فيبقى أنا أفتكر إنه المراقبة هي الحل يعني أو الرقابة هي الحل الرقابة هي الحلفة بالتأكيد أضف إلى ذلك نحن حسب الأرغامة اللي ظهر قدامنا يعني الإنتاج أو التوزيع اليومي ليس بالغليل يعني أنا عندي رقابة قبل كم يوم بيتكلم على يعني على ما أحتغد ما يغارب الثمانين ألف سطوانة في اليوم ده الإنتاج الأول ده التوزيع اليومي فالعدد ليس بالغليل يعني لكن برضو منقول إنه طيب نعم نسمع باش مهندس محمد في أسباب الندرة تحديدا ويعني برضو هناك سؤال آخر لكن فقط جاوبنا على أسباب الندرة تحديدا زي ما ذكرت عنه في الأول الغاز سابقا بالمواعين القديمة كان هو معنبيه سكان المدن لكن الآن الغاز أصبحت الأبوبة بتداول من الخرطوم إلى الجزيرة إلى غرب السودان إلى أي مكان فبتالي مواعين التوزيع هي محدودة كان قلنا أنا أبيب بتكون عندها عدد محدد وكذلك كان نقل ووجود عدد كبير جدا من الوكلاء يعني بتلقى مثلا في مجموعة من الغراء ستة سبعة ثلاثين غرية عندها وكيل واحد الوكيل الواحد ده عندما يستلم عدد من الأسطوانات ما في له ضابط هو بشيلة في وسائل النقل بتاعته وما معروف هو حيد الغرية ديكم وديكم 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 كذلك نفس الشيء في الأحياء فنحن عندنا إشكالية أولا في النسبة للمدن لا توجد لدينا شبكات توزيع غاز خلينا نقول في الأحياء اللي ممكن تتم فيها شبكات ودي ده نقص كبير جدا في البنية التحتية بتاعتنا زي ما ما موجود عندنا شبكات صرف صحي وما عندنا الطرق وما عندنا وما عندنا وبالتالي ما معروف متين تكون عندنا شبكات عشان تشيله الغاز من الجيلي وتوصله لأي زول في البناية نعم طيب باش مهندس إذا كان مجنوعة شجق مثلا نعم وبالتالي أصبحت المتداول هو هذه الأنبوبة مثلها مثل البطل بتاعت البيبسي وبتاعت الموية وبتاعت الحليب اللي الآن نزعب ويشتريها من الدكان إذا الغاز أصبح متوفر زي ما ذكر الأخ نزار وأصبح بالنسبة لنا متاح زي كل المعلبات والمشروبات كده ما بتكون في ندرة يعني كلما كان المعروض أكتر هنا بيكون قطعت الطريق على المتلاعبين أو الناس اللي بيحتكروا حتى استهلاك المواطن تغير يعني ما في بيت شو أموبة واحدة أي بيت شو ثلاثة أربع نبيب من ثلاثة أربع شركات وبتالي أصبحت الأموبة غالية جداً بسعر لا يتناسب مع سعرها وهي فاضية كمان وأصبحت هي حاجة زي زي الموبايل يعني حاجة نادرة جداً ومعرضة للسرقة ومعرضة لأشياء كثيرة جداً طيب يعني فضلينه تقريباً دقيقتين أو أقلة باش مهندس نزار يعني للأسف حتى البدائلة اللي احنا تكلمنا عنها في توقع لارتفاع أسعارة للأسف يعني طبعاً بسبب يمكن جشع التجار أو أي أسباب أخرى ما هو دور حماية المستهلك؟ دور حماية المستهلك الآن في الوضع الراهن يعني تدفع الجهات المختصة بإيجاد أو بعمل آلية رغابة محكمة في الوقت الراهن يعني كل الحلول الناس ممكن تعمله لضبط التلاعب الحاصل في الغاز أو في التوزيع هو من خلال إيجاد أو من خلال إنشاء جهاز الغابة يعني يعني بالحماية بحماية المستهلك بإغافة التلاعب ده نعم شكراً جزيلاً باش مهندس نزار علي حامد عضو جمعية حماية المستهلك وشكراً جزيلاً الخبير الاقتصادي باش مهندس محمد دعاط المنان والحديث يطول طبعاً حول هذه القضية هي قضية شائكة ومرتبطة بالأزمات الأخرى نحن بنشهدها يعني والصفوف الأخرى إذا كان في العيش أو في البنزين أو أي مشاكل أخرى هي طبعاً راجعة للإشكالية الكبيرة للأزمة الاقتصادية مش كده باش مهندس محمد؟ طب أنا بس في تصحيح سمعين لو سمحتي أنا مخبير اقتصادي أنا مهندس نعماري ونعشط في إيجاد البدائل لكل وسائل الطاقة والمياه والصرف الصحي وأرتباطك بالاقتصاد كبير جداً وأهداف التنمية المستدامة نعم شكراً جزيلاً إذا حبثت لي إضافة صغيرة إنه ذكرتك بين موضوع البنايات والشغل وكذا الآن البيوغاز أصبح ممكن أنا أنتجه في مكان بعيد وأعبيه في خزان أمبوبة صغيرة أو بالون وأقولي للبيت ووسائل الإنتاج ممكن تكون في السطوح ممكن تكون في الحوش ممكن تكون عنده جيران نعم في حلول فأصبح شو مرونة بس يحتاج إلى تعريف وإيجاد معينات بسيطة شكراً جزيلاً شكراً يا سعر شكراً لكم ومشاهدين دي كانت قضيتنا اليوم طبعاً نتمنى أن تحل الضائغة الاقتصادية بصورة عامة لأنها تؤثر في كل مجالات الحياة بنسبة لمعاشى المواطن السوداني